موسيقى زمان كانت التسلية الوحيدة لكل بنت أعمال يدوية الكروشي والتريكو والحقيقة حتى الكناز كانت بتعتمي جدا بتعليم الكروشي والتريكو لكن الحقيقة دلوقتي مش كل البنات طبعا مع التطور التكنولوجي والألعاب والجيمز والحاجات دي بنلاقي ابتدت الموضوع يقل شوية بشوية لكن النهاردة الحقيقة معنا أعمال أكتر من رائعة مع مصممة أعمال يدوية بالكروشي أستاذة نيفين زخاري أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا أستاذة نيفين زخاري حياتك يعني متطفقة معي أو بتوافقيني في فكرة أن كان زمان أي وحدة تلاقي تتعلمها في الكنيسة يعلموها في المدرسة لكن دلوقتي الحاجات دي ابتدت تقل شوية لا بالعكس أنا شايفة دلوقتي اهتمامات برضو عن طريق الانترنت والوسائل الإعلام وكده بقت دلوقتي بتدعم الحاجات اليدوية واتعرفت الأعمال اليدوية أن هي حاجات تراثية من التراث فابتدت أن هي تنتشر تنتشر كمشروعات صغيرة لكن أنا بتكلم على هواية ووحدة بقى تعرض دل أنا بشوفه في معرض زي معرض تراثنا طبعا بلاقي حاجات تحفة حاجات منتجات في منتهج جميل فده بيدل أني لسه فيه اهتمام بالأشغال اليدوية طيب بقالك كم سنة بقى بتشتغل الكروشي بلاش كثير قوي 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 من وانا عندي 11 سنة بس كده بس كده يعني من 10 سنين والله 15 سنة لا يعني حوالي 58-59 سنة لا لا بنا ديك طيب الحقيقة حبك وعشقك للكروشي ليه الكروشي ليه مش التريكو ليه مش أي عمل يدوي تاني بس حضرتك أنا تعلمت كروشي اتعلمت لسي اتعلمت مكرمية اتعلمت تريكو اتعلمت خرز شنط وحاجات كده ده اللي استهواني أنا معروفة سواء في اسماعيلية اللي هي بلدي او في أميرسي خالق او في معرض تراصنا بشغلي بخط المنجد دهوت ده بعشان مش ده خط الصياد اللي بيقولوا عليه فيه الصياد ويختلف عن خط المنجد ده المنجد اللي احنا كنا بنعمل بيه اللي حايف زمين جدتي وكده أيام بقى الحاجات قبل الفايبر وما يطلع والحاجات دي اللي هي بالقطن والحاجات دي فديت بتاع المنجد طب أنا مش قادرة أقوم الحاجات الجميلة دي فخلينا نعرض حاجة حاجة وبصي ده في الأول أنا افتكرته تريبون كده او حاجة للشعر بس حاجتك فجئتيني وقلتيني ده ميوه 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 بص يا جماعة حلينا بس نعرضه كده على الشاجة ده ضهر حضرتك ده الضهر وده الوش ده هو ميوه حفيتك صح؟ اه هو تو بيس لا القلبة حضرتك ايوه ما نعملته صحة كده ايوه لا اه اه كده يعني اه ايوه 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 جميل اوي الحمد لله أنا شكرا بنا ده تو بيسيز تو بيسيز اه الكتعة التانية اه الكتعة التانية اه بس جيب النوت تظنونا اوي ايوه حفيت هنا أنا شايفة فيه زي دي علبة بنحط فيها المنزيل المنزيل كده بقى اه ايوه ايوه ونطلع المنزيل المنزيل من هنا هوت اه جميلة اوي مرسي خالص طيب الفستان الفزيع ده ايوه دي جوب ولا فستان لا فستان وعملنا لسدر بتاعه برضو من خط المنجت ايوه اه عملنا حلقان منه برضو وعملت منه حاجات كتير قوي جميل جدا اه نشكر ربنا حلو اوي طيب الافكار دي بيجيلك ازاي يعني فكرة انا قعدة كده وافكر لا انا لازم اعمل فستان دلوقتي لا انا لازم هعمل مفرش وحياتك يمكن كان فيه مفرش بس قبل ما نحط المفرش صف هنبينه دلوقتي عشان هزع لو ما بينش لا لا احنا ندرش على ذا عليك اه طيب مرسي خالص يعني ممكن تبقي احدة كده وتقولي لا انا عايزة اعمل مفرش لا انا عايزة اعمل مثلا مايو عايزة بتجيلك يعني كده في لحظة تحس انك عايزة تعملي حاجة معينة ولا بيتطلب منك طبعا في حاجات بتطلب مني فبعملها على حسب الزوء اللي بيغرب فيه اللي هو ايه طالب الحاجة بس انا مثلا ايه ممكن اعمل حاجات ابص على مثلا فيديوهات على اليوتيوب حاجات اخذ افكار مش لازم ان انا اعملها استنبا اخذ غرزة من هنا وغرزة من هنا وجمحهم في حاجة يعني شكلها حلو وشكلها جنين هلتك اللي بتصمميها بقى ايه غرزة من هنا وغرزة من هنا وفي الاخل يطلع بالشكل علشان كده الشغل بتاعي ما بيبقاش فيه منه قطعة تانية هي قطعة واحدة صحيح القطعة تانية دي انا اللي بعملها محدش بيعملها ده فصان تنصير حياتك بقى مهتمة جدا بحكة الاطفال مع عشان حفيت عشان حفيت طبعا طبعا عشان بابلينة طب اسمها بابلينة بابلينة اه اهو بصوا بقى ده فصان بابلينة ايو ده فصان الى امين بتاعها اه تنصير جميل ودخلتي برضو في التاتش بتاعك ايو الكروشي اه الكروشي اه علشان اه يعني هنا قماش وحياتك دخلتي فيه الكروشي اه بالوردات من القماش فظيئة حلو قوي الحمدلله طيب انا شايفة كمان طقم هنا جميل قوي يا جماعة ده بقى مصايف البحر ده مصايف جيب دي جيب صحيح وده البادي بتاعها اه حلو جي ممكن اكيد بقى بتعملي كاشميو كاشمي اهوت ايو موجودة اه على الكناب اه عارف زمان زمان يمكن كان الطابع المنتشر في الكروشي فكرة المفارش مفرش سرير مفرش صفرة مفرش صغيرة صغيرة تطوقة بزة لكن دلوقتي اصبح ملابس يعني ملابس اه وبعدين مفرش الصفرة اتطور مبقاش مفرش صفرة يغطي الصفرة كلها ايو دلوقتي الرنر زي الرنر القمش ده ممكن اجيبه ممكن اتحركه اجيبه ممكن لو ايو المايك انا دخلت فيه الكروشي مع طب تفضل يا عودي اه الكروشي مع القمش اه اللي هو القمش الدك اي طبعا دي اتقطع ما حديش عملها بغضي خالص اه عارفة عاملة زي بتاع كريسمس كده لما يكون مفرش ما هو بيبقى على الصفرة اه بالشكل احمر اقدر بتاع ده حلو جديد ليس حاجات كريسمس هبدأ فيها بقى ان شاء الله بعد ما ارجع عشان من كل سنة وحضراتكم طيبين وحضراتك طيبين بنعمل حاجات كريسمس نفس الشكل ده اكتر من رائع يعني لا ادي له حق وبقى في الكاميرا كده واريه لنا بصوا يا جماعة جميل ازاي السنة اول مرة اشوف حاجة زي كده ده القماش ده كتان دك 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 اسمه دك اه ومش دك اه لا جديد عدد وبعمل بقى منه اللي هو الخدديات الكوشنس اه بعمل منه حاجات عاملة يعني يعني ممكن تعملي الكوشن من نفس القماش وبرده ادخالي فيه عاملة عملت اه وادخالي في الكروشن بس انا برضه عشان برضه الشيل وكده فمعرفتش عجيب صدقينيك حاك لا جميلة طب ايه المفرش اللي قدام حضرتي ده برضه رانر بتاع صفر رانر برضه اه رانر اه اه حلوة ماهو دلوقتي الرانر ده هو اللي بقى موضة اكتر موضة لاني ما بقاش حد يغطي الصفر من اول الاخير لاني بقى القرصة بتبقى رخام بتبقى ازاز على نحيص على حاجة اه فبيبقى حرام ان انا غطيها اه اه اللي الرانر كان ممكن يلفوا يلفوا مفرش في حاجات مدورة في حاجات مربعة في النخلتين ده هو برضو المفرش بعتز بيه قوي اه لكن المفرش الكبير قوي اللي حطينا عليه الحاجات ايوة ده رسمة جميلة برضو ده مفرش صفرة برضو اه صفرة مدورة اوكي اه يعني بصي الرانر ده هوت انا مرة كنت في مهرة تراثنا اه وبعدين واحدة في بيتها قاعدة اه شافت رانر عامليه بس كله بالشكل ده انا كان معي بس مش عارفة فينه اي بالشكل ده اه حضرت كله كله كامل انا معي برزة دي كمان انا عجباني قوي بحبها جدا جدا وحضرتك عاملة كمان لو الكاميرا تجيب فسطونات كده ايوة اه وبيتركب بس اما الحاجش بيتركب هنا شخشوبة خرزة خشب اه بس اما تجيب والفسطونات اللي على القماش نفسه على البدد كده ايوة اه في تفاصيل من قوي انا الرغزة دي بصي حضرتك الرغزة دي انا بحبها جدا وبعشقها بعمل منها حاجات واشكال ما قولكيش عليها بنوع فيها ده فبتطلع بحب فبتوصل للناس بحب فالناس بتحبها يعني رانلز زي ده ياخد من حضرتك وقت قدية بصي على حسب التفاهيل برضو يعني ممكن اسبوع ممكن ثلاثة ايام ممكن شهر بس يعني على حسب حسب المزاج والقعدة اللي نحقاتها علي بس ده يعني عشي بقول لحضرتك يعني واحدة في بيتها قعدة بتتفرج وفي العرض بتاع معرض طرسنا فشافت رانلز دهوت صدقيني جتلي من بيتها ودورت علي لغير ما وصلتلي في معرض طرسنا عشان تشتري مني الرنر دهوت حياتك بتسوائي في معرض طرسنا ولا فيه كمان معارض تانية هل لكي بيتج على الفيسبوك مثلا انا اولا بيتج على الفيسبوك باسمي ثانيا انا دخلت معرض جيارنا السانيدي والحمد لله اشكر ربنا في شهر في مارس في كايروفيستيفل والحمد لله كان يعني حلو قوي قوي مع وزارة التضامن الاجتماعي وترسنا طبعا طبعا المشروعات الصغيرة والتنمية يعني اجاز المشروعات الصغيرة طبعا المعارض بتسواء لنا حلو جدا 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 بس مش طول السنة بس مش طول السنة هي مرة وبعدين بقى صعبوها بقى شوية دلوقت عايزين سجل اللي هي تجاري البطاعة يعني بعض الاجراءات بس انا ما قدرش اعملهم وبناشد برضو من هنا من منظر سي تي في لاني انا يعني ارملة وباخد معيش تأمينات في الحالة دي هتقطع مني المعيش طبعا ما قدرتش ان انا اعمل حاجاتي بس ربنا هيدبرها يعني التسويق الالكتروني مناسب لحضرتك ايوه بس بس المعارض اكتر معني يوم واحد وبتدفعي لا مش يوم احنا بنوى تسعة ايام في المعارض ايا كان يعني قصدي اقول انه مش على مدار السنة طبعا احنا كنا ممكن على التسويق الالكتروني بنعمل وكده بس دلوقتي برضو يعني من ننساش ان الحالة برضو الناس برضو فيه برضو غلاء مش هننكر دهوات فالناس برضو دلوقتي ما فيش القبال اللي هو فعشان كده احنا بنستنى المعارض اي يعني المهتم اللي هي هو اللي هيروح لانه بيبقى له دعاية حلوة قوي مارضت راسنا عشان بيبقى تحت راية السيد الرئيس سيسي هو اللي اهتم بعظيمات مصر هو طبعا ويكمل لنا بقى السيد الرئيس طبعا نروح نشوف ده كمان ده رانر صغير ده ولا ترابيزة مستصيلة ممكن رانر ممكن ترابيزة أنتري يعني معمول بيد جميلة حلوة قوي الحمد لله حياتك بتهتمي كمان قصة أنا بيعجبني قوي شغل الفستونات وزي الكنار هو اللي بيحلي الحاجة هو بيدي جميل بيدي جميل للشغل يعني المدور حلو قوي مستصيل جميل بس أنا يعني بميل أكتر للحاجات اللي فيها زي الفستونات كده في الآخر لا حلو أنا كنت بعرف الشغل وزمان الحياة زمان ستين بوسي أنت في حدك حاجة بتحبيها هتعمليها طيب لو لو عندك حاجة ما حابة تعرضيها أكتر نشوف ده مثلا قريب لينا أيها ده مفرش أهو ده برضو آه ده رانر رانر كامل آه الله بس برسمة تانية ده حلو قوي آه برسمة تانية آه وهي بقى اللي هي الشرشوبة الشرشوبة دي لحضرتك نسي تتحطيها آه لا ده جميل جميل جدا آه وده أكيد بياخد وقت أكتر لإني كله من لو ماشي بتغيلي بيبقى أسهل شوية أسهل آه صح آه لا والغرز مختلفة والتنوع في الغرز والخيط لا ده هو خط ده عشي الخط المناجد ده عشي حلو قوي أنا جادي واحد في طراصنا صدقيني آه قال لي انت لازم المنتج بتاعك ده ينزل من الأصار يتدرج من تحت الأصار علشان المنتج بتاعك الله حلو جميل الحقيقة الوقت تجري بسرعة محاولتك أنا بشكرك جدا أنا سعيدة بك ومنتجات أكتر من رائعة وعن قرب يمكن الشاشة بالتأكيد بتظلم المنتجات الحلوة دي لا أكيد الستي في حبيبتنا اللي إحنا بناء يعني بناء شقها هاي الستي في فأكيد الستي في برضو عرض الستي في بيتحبك برضو يعني جدا بشكر أستاذ نيفي زخيري أعمالي أدوية بالكروشي أنا بشكرك واستمتعت جدا بالحوار أنا أكتر سديني مرسي خالص ألعب والشكر موصول لحضراتكم نشوفكم يوم الثلاثة اللي جاي قبل المعدة بساعة وبرنامجكم من يجدها وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة